كما جاءت بريطانيا بالمنظمات الإرهابية الصهيونية وأحدثت نكبة فلسطين وتحققت النكبة الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الإقليميون كما سأذكر بعض الشواهد الآن جاءوا بمنظمات إرهابية تكفيرية متوحشة إلى منطقتنا من أجل تدمير بقية روح المقاومة الفارق الأساسي أنه في هذا الزمن هناك رجال وشعوب وأحزاب في المنطقة وفي الأمة حية وقوية وذات وعي وبصيرة ومصممة على إسقاط المشروع الأمريكي من خلال إسقاط كل أدواته هذا داعش الذي يهزم في الجبهات فينتقم من الناس العاديين في الأحياء وفي القرى وفي المدن هكذا في العراق وهكذا في سوريا وهكذا في لبنان عندما يهزم في السلسلة الشرقية وفي القلمون وفي جرود عرسال يفجر في برج البراجنة وزيرة خارجية الولايات المتحدة عم تحكي هيك لما كانت وزيرة خارجية والآن هي مرشحة قوية للرئاسة الأمريكية هي عم تقول نحن الأمريكان لأنه كنا علقانين مع السوفيت كيف نقاتل للسوفيت طلع معنا نجيب هؤلاء المجاهدين الذين بتعبيرها هي الذين يحملون الفكر الوهابي ومولناهم ودربناهم صلحناهم بالتعاون مع الجيش الباكستاني والمخابرات الباكستانية وأتلنا فيهم قاتلنا بهم السوفيت ووصلنا لنا تجي وألحقنا الهزيمة بالسوفيت لكن بعدين دفعنا سمن تبنينا لهذه الجماعات إذن الهدف من داعش طيب هذا جنرال أمريكي وقائد الحلف الأطلسي من كبار الجنرالات وعلى الـ CNN عم بيقول الهدف الذي عجزت أمريكا وإسرائيل عن تحقيقه في حرب تموز لكان شو تدمير حزب الله صحق حزب الله ودفعوا بهم إلى لبنان إلى القلمون إلى السلسلة الشرقية إلى جهود عرسال بالضاحية الجنوبية نحن شكلنا لوائح تحالف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وبقية الأحزاب الصديقة بالتفاهم مع العائلات والناس ولذلك سميت هذه اللوائح بلوائح الوفاء والتنمية والإصلاح واعتبر تنوع التحالف السياسي اللي موجود فيها نحن ندعو أهلنا الكرام للمشاركة الفعالة أيضاً في المرحلة الثانية والثالثة وكل مراحل ندعوهم إلى دعم لوائح الوفاء والتنمية والإصلاح ترجمة نانسي قنقر